حملة مقاطعة سعودية لتطبيق تيك توك ايه اللي حصل جماعة مقاطعة تيك توك هو ترند على موقع اكس تويتر سابقا في مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية الناس كلها بتقول ان احنا انقطع تيك توك لانه المنصة وفقا للرواية السعودية بتحزف المحتوى الداعم للسعودية ما عرفش ازاي الحقيقة لكن هما بيقولوا كده في تقرير على قناة ام بي سي السعودية يتكلم ان النشاطاء السعوديين اكتشفوا في الايام القليلة الماضية ان اي فيديوهات او تعليقات او اي منشورات على تيك توك بتتكلم عن السعودية او بتمجد في السعودية سواء لها علاقة بالمساعدات السعودية لغزة او لها علاقة بالدفاع عن المملكة العربية السعودية بيتم حسفها فورا من منصة تيك توك وبناء عليه اطلق النشاطاء السعوديين حملة لانهما يقللوا الريت او التقييم بتاع تيك توك على ابل ستور وجوجل بلاي وفعلا نجحوا ان هما قالوا من فور بوينت فور لفور بوينت ثري تقريبا وانهما يقطعوا التطبيق تماما ويعملوا حملة ضده الحقيقة ان الموضوع اثر ووصل لمنصة تيك توك اللي نزلت بيان قبل ما نتكلم عن بيان تيك توك خلينا اقولك ان عدد المستخدمين في المملكة العربية السعودية لتطبيق تيك توك وعشرين مليون مستخدم المملكة العربية السعودية وفقا للارقام وفقا للتقرير لنشر حتى في ام بي سي هي المستخدم الاول عالميا لتطبيق تيك توك او لمنصة تيك توك نزلوا بيان تيك توك ميناء على تويتر وعلى الويب سايت بتاعهم قالوا جماعة عملناش بركة لانتوا احنا بنعتز بالسعودية بنعتز بالثقافة السعودية احنا ما حذفناش اي حاجة مقربناش من المحتوى الدعم للمملكة واستشهدوا ان فيه تلات هاشتاجات او تلات ترندات كبار جدا في تيك توك واحد بيتكلم على اين تذهب في المملكة هاشتاج باللغة الانجليزية كان عليه حوالي اسبعمائة خمسة وعشرين مليون فيديو او يعني مشاركة و ترند تاني او هاشتاج تاني في تيك توك ماذا تأكل في المملكة العربية السعودية كان عليه حوالي مليار مشاركة وكمان واحد عن المواهب السعودية كان عليه حوالي تلتمائة مليون وقالوا ان احنا بنعتز بالمملكة وبالمحتوى السعودي وابدا احنا مش ضد الكلام ده ايه سبب الحملة انا الحقيقة ممرش علي يعني انه في حد مثلا قال او كتب انه المحتوى السعودي بيتم محاربته اللي عرفه ان المحتوى الفلسطيني مثلا او بعض المحتوى الدائم لفلسطين احيانا بيتم حسفه انا حصل معاه مرتين في فيديوهين وكان تم حسفه من منصة تيك توك زي ما بيحصل في فيسبوك وانستجرام ومنصات اخرى مع عدى اكس او تويتر لكن ليه الحملة اللي حصلة فيه مزيعين خلايجة ومزيعين سعوديين بدأوا يشتركوا في الحملة بدأوا يشاركوا انه اه هنقطع تيك توك هل الموضوع بس ليه علاقة ببعض الفيديوهات والكلام ده تحزف ولا القصة سياسية القصة يبقى ليه علاقة باستثمارات مثلا احنا مش فاهمينها فبيحركوا حملة سعودية ضد تيك توك الحياة مش عارف لكن الموضوع غريب جدا اول مرة يعني اعرف ان المحتوى السعودي بيتم محاربته انا معرفش ايه المحتوى السعودي ده يعني الناس بتقول السعودية العظمى مثلا ليه تيك توك هيحذف فيديو بيقول السعودية العظمى ليه تيك توك هيحذف فيديو بيقول ان السعودية بيعدت مساعدات لغزة أمر غريب جدا لكن يعني العهد على الراوي وهم أشقاءنا في السعودية على مواقع التواصل الاجتماعي الحملة مسماعة وجايبة أثر وتيك توك طلع بيان واعتذر قلولي في تعليقات أنت مقاطع تيك توك فعلا وهتشارك في الحملة دي دعما للأشقاء في السعودية ولا مش مقتنع أصلا أن فيه حرب من تيك توك على المحتوى السعودي